بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف أنبيائه أبو الزهراء محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على عدائهم من الأولين والآخرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك هناك محطات مهدوية كثيرة على فرجه الشريف سنتطرق على جوانب مهمة وأحاديث مروية في كتب المسلمين وحتى في كتب غير المسلمين من محطات مهدوية بإذن الله تعالى لكن لا بد من مقدمة حتى يتضح لنا أهمية القضية المهدوية أيها الأحباء يمكن لنا أن نقسم القضية المهدوية على أقسام ثلاث القسم الأول الذي يؤمن بقضية الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام ليس من الضروري أن يكون من المؤلاء بل حتى من المسلمين بل حتى من الموحدين بالله سبحانه وتعالى كل من على وجه هذه المعمورة بالقطع واليقين عنده إشارات اليوم الذي الله تعالى يخلص العالم من الكبوة التي يعيشون فيها من الظلام التي يعيشون فيها من الآلام من الأسقام من الأوجاع من البلايا من المصائب هذا اعتقاد أعتقد هي فطري اعتقاد وجداني الكل يؤمن ماك فرق بين المؤمن وغير المؤمن حتى باعتقادي كثير من العلماء ماك فرق في هذا الأمر بين الموحد وغير الموحد الآن لو تروح إلى شخص حتى لا يؤمن بوجود الله تعالى تقول له هل عندك أمل على أن يوما من أيام حياتك هو يوم خلاصك من الهموم والغموم يقول بلى قطعا أنا أعيش على أمل هذا هو قضية الإمام الحج عليه أفضل والصلاة والسلام هو الأمل الانتظار لدحر الظالمين الانتظار لتطبيق العدالة في الوجود إذن نوسع الدائرة أول قسم من أقسام القضية المهدوية هو أن اعتقاد وجود الإمام الحج عليه أفضل والصلاة والسلام ليس منحصرا بالمؤمنين ولا حتى بالمسلمين بل حتى غير المسلمين الآن اقرأوا الإنجيل والتوراة مثلا التوراة الفصل الحادي عشر مع أن التوراة باعتقادنا كتاب محرف لكنه مع ذلك بتحريفاته هناك حديث طويل عن العترة الطاهرة سيما الإمام الحج عليه أفضل والصلاة والسلام في الفصل الحادي عشر يتحدث بالتفصيل عن أحوال الظهور ويؤمل العالم على أنه انتظروا قدوم يوم فيه الخلاص العالم يتخلصون مما هم فيه من الآلام والأوجاع والأسقام ثم يقول أنه انتظروا ذلك اليوم الذي نعم الغنم يعيش مع الذئب عجيب والطفل يتحرك بكل راحته والمرأة تخرج بكل راحتها من دون خوف من دون هم من دون غم ثم تعالوا حتى في الإنجيل في الإنجيل الفصل الثاني عشر أيضا هناك حديث مفصل عن الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام إذن هذا الاعتقاد الاعتقاد المهدوي الذي باعتقادنا هو ضرورة مهمة من ضروريات الدين ليس مجرد منحصرا بشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نعم هناك خصوصيات سنتطرق عليها في بعض المحطات لكن ليس منحصرا مجرد بك أنت أيها المؤمن أو أنت أيها المؤمن لا الكل كل من هو في العالم يعتقد أن هناك يوم يسمى بيوم الخلاص اليوم الذي يملأ الله به الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وفي غيرهم من الكتب لأعزائنا من الأديان الثانية وأما تعال إلى داخل البيت الإسلامي من غير الشيعة فحديث طويل من علماء المسلمين من تحدث عن القضية المهدوية من كتب كتبا في الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الشافعي له كتاب خاص في الإمام الحج وتعلمون الشافعي ولد ومات قبل ولادة الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام في صحيح مسلم في البخاري وفي مسلم وهؤلاء ماتوا كلهم قبل ولادة الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام لكنه يتحدثون بالتفصيل عن أحاديث الأنبياء وعن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في القضية المهدوية إن شاء الله نتطرق على جانب منها في حلقات ومحطات قادمة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين